السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يأهل وسلم بكم في شهر رمضان شهر البركة وشهر الخيرات مباركة عليكم هذا الشهر نساء الله يتقبل منكم مصالحة الأعمال وكل عام وأنتم بخير كالعادة عودناكم في كل فترة وفترة ننزل حلقات بخصوص الذكاء الاصطناعي طريقة توليد الصور نشجعكم فيها على استخدام الذكاء الاصطناعي وعلى الإبداع بواسطة مواقع الذكاء الاصطناعي خلوكم معاي عشان تعرف كيف نولد هذه الصور اللي تشوفونه الآن قدامكم صور بطريقة جميلة تمثل أجواء رمضان بأي اسم نختاره وبأي شكل نختاره بأي لون نختاره بطريقة بسيطة بخلال كتابة برومبيت معين نحدد فيها الأسماء المطلوبة والألوان المطلوبة والديزاين اللي نحتاجه عشان نقدم هذا كهدية لأحبابنا أو كأسماء خاصة فينا على السوشيال ميديا خلوكم معنا بعد الفاصل حياكم الله يأهل وسهلا بكم من جديد عشان صمم زي الصور نشوفه مع بعضنا نروح على موقع بينك السابق الآن ببساطة الأمر اللي عندنا الآن حاليا هو أمر أو البرومبيت الخاص في توليد هذا الصور راح أترككم معا بعض في قناة التليجرام ادخل قناة التليغرام الخاصة في الذكاء الاصطناعي بامكانكم تشاركونا محتوىكم فيها وتشاركون مomorphا بعداعاتكم الذكاء الاصطناعي في تطبيق هذا الدرس معلكم باستغير الاسم و تخرج الالوان اللي انت تختارونها هذا البروميت اللي عندي خلنا نشوفه مع بعض كريعت فور مي واا ريستر الك البروميت الفورميت الفورميت باللغة الإنغليزية طبعا تقدر تسرينه باللغة الإنغليزية واللغة العربية لو انا ترجمه من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية عشان نفهم مع بعض. نروح على مثلا هذا المكان باللغة الانجليزية راح نترجم مع بعض. اصنع لي شعارا هذا ترجمته بالضبط عشان مع بعض. هذا الان عندي باللغة العربية واللغة الانجليزية. طبعا موقع ما راح يفرق اذا كتبت بلغة الانجليزية او لغة العربية راح يطع لك نفس النتاج لو كتبت بانجليزية او بالعربية. انا طبعا راح اكتب بالانجليزي. الان انسخ اسمي. طبعا انا حطيت هنا اسمي تحطون بينقوصين هنا اه تروحون هنا هنا انا اسم مثلا اسمك مشعل محمد احمد عبدالله عبدالرحمن اي اسم عندك تغير فقط الاسم هنا واذا حاب تغير لون مثل background تخليها لونة احمر فتكتب هنا مثلا red او اسود انا هنا كاتب black تمام فاللون الخلفية يكون اسود فانت تغير في الخلفية حسب الذوق الالوان اللي عندك انا الان اخليها زي ما هي اسود عشان هي تتناغم مع اللون الذهبي انا ساخر اخذه على موقع حاليا الصق المربع الاوامر اعطيه انشاء الان راح نشوف مع بعض كيف راح ينشأ لي الصورة اللي شفناها مع بعض في بداية الحلقة تمام هذا الصور الان طبعا يعطيك عدة صور واحدة من الصور انا سيكون يعني دقيقة مثل ما تعودنا دائما هو يعطينا صور اه ناجحة وصور غير ناجحة يعني هذا الصور الان مثلا مشال شوف لاحظ يحمل فانوس مشال جميل جدا انه اضافت لزي علامات المسبحة والشخص والصورة واقعية وبين هلال ويعني جميلة جدا خلو نروح على اسماء البنات اسماء بنات زي ما بعض شفنا راح ناخد هذا طبعا هذا خاص في البنات تمام راح حدد طبعا هنا تغير الاسم مثلا اسمك فاطي مع عائشة اا ايا كان اسمك تحطينه هنا بدل الاسم نروح على موقع ننسخ الاسم الخاص في الاسم الفتاة الامر الخاص باسم الفتاة راح يظهر معنا بطريقة جميلة جدا يا السلام هذه الصور اللي شفناها مع بعض شوفها الاسم اسم منار بطريقة جميلة وثلاثية الابعاد وهلال وبنترتدي زي اسلامي جميل جدا يعني هذه عدة اسماء طبعا راح يكون عندك وحدة صورة جميلة وهذه طبعا ثانية خطة الانيون وهذه اخرى طبعا واحدة منها تكون يعني دقيقة مية بالمية خلنا نختار اسماء ثانية ونغير الباكراوند مثلا من اللون الاسود الى لون اخضر ندرج بين الازرق والاخضر الغامق خلنا نغير اللون خلفية الصورة التدرج الصورة تدرج بين الاخضر والازرق خلنا نشوف ايش النتائج تعطينا اذا غيرنا الخلفية بس نرجع الموقع الآن غيرت الخلفية وخلطه باللغة العربية عشان بعد نشوف ايش النتائج اللي يعطينها باللغة العربية لاحظ معي اللون كيف صار اعطاني اللون جميل جدا لاني غيرت الخلفية الى لون ثاني مختلف تماما عندنا اللون الاول اعطاني لون اخضر جميل جدا تدرج بين الاخضر ولا زرق مثل ما انا حددت له واعطاني الوان رائعة جدا و اا نسيج من الالوان الرائعة اللي تتمتع فيها لما تشوفها خلنا نغير الان اسم مثلا خلي اسم عائشة شوف اسم عائشة اذا كان في عندنا باسم عائشة فننسق الان البرومبت وخلنا نشوف النتائج الان مع بعض هذا الصورة الجميلة شوف مع بعض يا سلام ابداع والله ابداع شوف التدرج اللوني والصورة مزخرفة وابداعية وواقعية لدرجة كبيرة كبيرة جدا لاحظ معي الجمال عائشة يعني بطريقة ابداعية ابداعية يعني ابداء درجة خيالية طيب خلنا نحط درج ثاني ونشوف ايش راح يعطينا النتائج ونحط اسم ثاني تدرج لوني بين اللون حطيت اسم محمد طبعا الغالي الامر لان اختار اسم احمد يعني ايش الغالية لو حطيت اسم محمد تلغي للامر يعني خلنا نشوف اسم احمد هذا باللون الفيروزي يا سلام اسم جميل احمد شوف الشعار الوان جميلة جدا 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 لو خليني شيء ثاني مرة فيروزي شوف مالك مثلا سلام شوف الاسم عطاني باسم مالك جميل جدا عطاني عدة شعارات باسم مالك لاحظ اللون الفيروزي اللي حددت هنا فاعطاني تدرج والوان حلوة وجميلة لو اختار مثلا اسم ثاني مثلا مصطفى يا سلام عدد اسم مصطفى مصطفى اسم ثلاثة الابعاد جميل لو اختار اسم بنتها الان اجيب امر الخاص في البرومتة الخاص بالبنات نغير الاسم بن عائشة الى فاطمة نور شميل جميل جميل طاني اسم ثاني مختلف هنا نور هذا اسم نور طبعا هو عبارة عن لوغو بس نختار اسم ثاني مثلا زهراء اسم زهراء هذا اسم زهراء الان اعطاني طبعا صورتين هنا جميل هذا زهراء شوف اللوغو زهراء طريقة جميلة جدا يعني تدرج اللوني والالوان وتصميم شوف حتى اللباس كله يعني متناسق مع بعضه من ضمن صورة جميلة جدا ويتم تنفيذها خلال ثواني شوف الصورة هادي يا سلام ابداع والله ابداع فلا تنسون طبعا تشتركوا في القناة وتفعونوا زر الجرس عشان ما يفوتكم اي شي جديد من محتوى القناة المهتم كثير في ادوات التصميم والانتاج والتصوير والذكاء الصناعي لا تنسون في اسفل الفيديو تلاقون روابط قنوات التليجرام عشان تشاركونا في ابداعاتكم ونشوف مع بعض ابداعاتكم ونعطيكم الملاحظات على تطبيقاتكم للدروس وطبيقاتكم لأوامر الذكاء الصناعي من ضمن مجموعة تفاعلية بين العضاء الكرام في القتام سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا الان تستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة